يسن التبكير ليوم الجمعة لابد أن نبكر للحضور لخطبة الجمعة يعني نخرج بعد قلوع الشمس بعد الإشراق يعني تقريبا عندكم هنا الآن الساعة السادسة والنصف هكذا هذا أول وقت وأفضل وقت للخروج إلى الجمعة يبتسل ليوم الجمعة قبل أن يخرج للجمعة يبتسل يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الكعب يقرأ سورة الكعب يتنفل قبل جمعة نفل مطلق يصلي ركعتين ركعتين إذا بدأ الخطيب بالخطبة يحرم الكلام كذلك العبد من يعني يصور والإمام يخطب في يوم الجمعة يصور أو يلعب في التليفون يصنف في فجر يوم الجمعة أن يصلي في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة السجدة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان نعم كذلك في صلاة الجمعة يسل له أيضا قراءة خاصة يقرأ في قولة بعد الفاتحة سورة السجدة نعم 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 إنه سيطلت بإدعاء الله سبحانه ربنا المقلب خاصة قبل غروبة الشمس قبل وقت المغلب في الساعة آخيرة من يوم الجمعة قبل غروبة الشمس يجيزن siguiente سيطلت بالمقلب هل أعلم أن تكون مخاذجة لكم هل تحدث في الطفل بسبب المساعدة؟ نعم